ستة من عمال سلطة طيران المدني أدوا اليمين الدستوري أمام محكمة الدرجة الكبرى لمدينة جمينة كمفتشين بالسلطة وسيقوم هؤلاء المفتشين بمهام مراقبة ومتابعة خدمات المطارات بالإضافة إلى تقديم خدمات الملاحة الجوية وفقا للقوانين ولوائح المعمول بها دوليا المناسبة كانت بحضور المدير العام لسلطة طيران المدني محمد أواري نيسا ورئيس محكمة الدرجة الكبرى لمدينة جمينة محمد صالح آدم هذا وخلال المناسبة طلب النائب الثامن لمدعي الجمهورية شريم محمد من المفتشين الجدد العمل بكل إخلاص ومهنية وعضاف بأن أداء اليمين الدستوري يؤكد الالتزام بالمسؤولية في إدارة وتنظيم عملية ملاحة طيران المدني وأن التهاون بهذه القوانين واللوائح ستعرض صاحبها إلى المخالفات القانونية هذا وأن سلطة طيران المدني هي مؤسسة تعمل على تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني